ميل خالد بدير عند حاجز حوارة في نابلس خالد يبدو أن لديك الجديد ترى ما هو نعم بالفعل استمرار لطبيعة المواجهات الخفيفة حتى هذه اللحظة هنا إلى الجنوب من مدينة نابلس وتحديدا على حاجز حوارة جيش الاحتلال الإسرائيلي قمع المسيرات التي خرجت في عقاب صلاة الظهر الجمعة لهذا اليوم وكانت طبعا بطبيعها وقالبيها احتفاليا لما حقق في قطاع غزة من وقف للعدوان ووقف لإطلاق النار الرسائل الشعبيا كانت متعددة تعديد تكريس الوحدة الفلسطينية على الميدان شعبيا واستمرار للحراك الشعبي باتجاه طبعا الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا المخططات الاستيطانية وكذلك أيضا التأكيد على البناء من خلال ما حدث خلال الفترة الماضية نحن نتحدث عن 11 يوما من العدوان على قطاع غزة و11 يوما في الجهة المقابلة هنا في الضفة الغربية من المواجهات وحالة اللحمة التي كانت في الميدان الاشتباك على نقاط التماسك ومقارعة المستوطنين وبالتالي الرسالة الشارع الفلسطيني الآن يجب الاستمرار باتجاه انهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز لغة الحوار ما بين الفصائل الفلسطينية لأن المشهد الوحدوي عكس قوة في الميدان سواء كان ميدانيا هنا في الأراضي الفلسطينية أو حتى في عدة نقاط من خلال الحراك الإقليمي العربي أو حتى ذلك الجهد الدولي والضغط العالمي بالتالي نقاط التماس لازالت مشتعلة في كفر قدوم كانت مسيرة لهذا اليوم وحتى هذه اللحظة هناك لاستمرار في حدة المواجهات كذلك أيضا هناك عدد من المسيرات هنا في حوارة وكذلك أيضا على المدخل الشمالي في قلقيليا مسيرة كذلك أيضا كانت في جنين وتول كرم جميعها حملت الطابع الاحتفالي لكن رقعة هذه المواجهات الآن هي تذهب باتجاه كيفما تصرف الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو في قطاع غزة والتزامه بوقف إطلاق النار وبالتالي ما كان في الضفة هو إنعكاس لمرأة التصعيد التي كانت في القطاع خلال الأيام الماضية والصور المؤلمة من استهداف العمارات السكنية والأبراج السكنية وبالتالي الضفة الغربية قدمت ثلث من الفعاليات في عدد من المواقع من خلال برامج التنسيق الفصائلية للقوى الوطنية والإسلامية وكذلك أيضا الحراكات الشعبية التي برزت على الساحة خلال هذه الفترة وكان لها الدور الرياضي من خلال المسيرات العفوية والتي غالبا كانت تنتهي يوميا في مواجهات على نقاط التماس والاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي 29 شهيدا أربعة منهم أطفال وسيدة كانت حصيلة الضفة الغربية خلال هذا العدوان وحتى هذا اليوم لازالت الإصابات تسجل بين الفين والأخرى إصابتان تعاملت معهم حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية إصابة بالرصاص الحي بالقدم نقلت إلى مستشفى رفيديا وهناك إصابة بالرصاص المطاطي في المواجهات التي اندلعت سواء هنا على حاجز حوارة أو حتى على جبل أبو صبيح ضد المشروع الاستيطاني بإقامة البؤراء الاستيطانية حراك الضفة أيضا لن يتوقف بمعنى أن المشاريع الاستيطانية استغلت مرآة التصعيد الذي حدث في قطاع غزة لتمرير عدد من المشاريع الاستيطانية المتعلقة طبعا بإقامة بؤر استيطانية وقبل قليل كان هناك تصريحات من ناشط حقوق عارف دراغمة الذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق الأغوار هناك دعوات استيطانية لاكتحام منطقة البرج وكذلك حمامات المالح في مناطق الأغوار الشمالية وهذه المنطقة تعرضت قبل شهر رمضان إلى عملية ترميم من قبل المستوطنين وإعادة تغيير في الملامح لهذه المنطقة وهي عبارة عن بئر جوفي مائي يستفيد منه الفلسطينيين لكن العملية الاستيطانية في محاولة السيطرة عليه منعت وصول الفلسطينيين وبالتالي هذا الحراك الشعبي الفلسطيني سيستمر ضد كل مخططات الاستيطان سواء كان بإقامة البؤرة الاستيطانية في بلدة بيت دجن إلى الشرق من نابلس سواء إقامة البؤرة الاستيطانية في منطقة الرأس في سلفيت أو البؤرة الاستيطانية في خلة حسان إلى الغرب من بيديا غرب سلفيت أو حتى الاعتداءات الاستيطانية صوبة المواطنين والمنازل على الطرق الخارجية وفي البلدات والقرى الفلسطينية